شاركت مصر في اجتماع مجموعة عمل اتصال الاسراتيجي المنبثقة عن التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابية الذي عقد بلندن يومي التاسع والعاشر من شهر مارس الجاري وفي بيان الخارجية أكدت مصر على ما يمثل الإرهاب من ظاهرة عالمية تتجلى في كافة أنحاء العالم ولا تقتصر تأثيراتها على منطقة بعينها كما تم إبراز الجهود التي تطلع بها مصر في مجال مكافحة الفكر الإرهابي ومواجهته فكريا والدور الذي يطلع به الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف هذا وتمت الإشارة إلى الجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصري عبر التصدي للفتاوى المتشددة التي لا تعكس صحيح الدين والدور الذي تطلع به لتأهيل الكوادر القادرة على الاطلاع بمهام الوعظ وفقا لأسس دينية سليمة ترجمة نانسي قنقر